مسائل خير او مسائل خير يا برج الثور. طيب برج الثور. نبدأ على طول في القراءة لعنا. نشوف تك تك وطاقة الشريك. انت بتحبه جدا. وشايف ان انت معاه شاعر بالطمأنينة او كنت شاعر بجده. بس انت خايف. بص خايف ازاي. خايف. يعني مش عارف. انا ما سبقت استقاريج. يعني انت عملت قولي نفسك انا ما صدقت استقاريج تاني. انا ما صدقت رجاتي تاني الحياتي مرة تانية. لابا انت جاي بقى اتبقى وظالي. وخايف تخش اخش فين وخش فيه عشان كده. اعمل له وش اللي هو سريعة. ربطة فعل سريعة. انا مش عايزك. ما تجيش هنا تاني. او مسلا مش ما تجيش هنا تاني. انت عملت وانت سويت وانت رحت لوحدة تانية وانت بعتني وانت كزا. او انت بعت لوحدك او صدقت الكلام عليها واحش. ولا. وده دفاع عن النفس برضو يعني ممكن الشخص ده جاي يقولك انت اللي سبت مسلا. تقوله انا سبت انا ما عملت لكش حاجة ده انت وقلق. ولكن في داخلك في مشاعر. مشاعر حلوة. بس احيانا لما الواحد بيحصل له موقف من شخص معين. بيتقفل منه. طعب هو شايفك ازاي بقى. بص هو عارف هو عمل ايه من الاخر. تشدب عليك. عارف ان انت مجروح منه قوي. انا بقول احتمال تبقى علاقة ثلاثية. وان انت اكتشفت العلاقة الثلاثية وحياتك يعني اتدمرت بعد اكتشافك لهذه العلاقة. وام شايفك ايه كمان? شايفك ان انت تضيف. انت اللي كان كان معاك بيبسط. انت اللي كان معاك بيحس بالطمأنينة. بص الكارت ده. الكارتين دول اللي هم معنا. بيحس معاك بان هو ده المصير. هو ده الشخص اللي انا عايزه. دي الزوجة او ده الزوج. اللي انا كنت فيه ده كنت هبل او العلاقة اللي انا كنت فيه ده كانت علاقة عبيضة. هو بيقول لي نفسه كده. وشاعر بانه كسرك. يعني ايه وا هتفتكر بانه مش حاسس. لا حاسس. وعارف هو عمل ايه كويس اوي. مش عبيض هو. لا لا لا. مش عبيض. هو عارف كويس اوي هو عمل ايه. ممكن يكون هزا شخص برج ترابي. هوائي. لان لسه ما ظهرتش ابراج قدامي بالزبط يعني. اكل حاجة اخدها اقول لكم ابراجي. بس ترابية وهوائية. طيب. لان ده مش كارت برج اصر. بس يعني او مش كارت برج اساسي. فيه كل الابراج الهوائية والمائية وكل. فالشخص ده حرفيا شايفك ان انت القلبك تواجع منه. واسبرت عليه كتير قوي. سبرت عليه كتير قوي. انت اللي تستحقه في الاخر. انا ما شايف كده. انت اللي تستحقه في الاخر. وكان بيقض معك وقت لزوز جدا. وحد لزوز وحد عاطفي وحد جميل. حدي كان موفر له الامان. الامان. ولكن ان كنتوا بتسأله على علاقة ثلاثية فالعلاقة ثلاثية انتهت. لو كان محترم بينك وبين حد ثاني فورا حد. منا خلاص. وتعلم درس. دي كارما. دي علاقة كارما. خارج من علاقة كارما. الشخص ده. طيب. انت شايفه ازاي بقى? طبعا انت شايفه شخص. الشخصية دي. بص بقى ركز معي. الشخصية دي او الشخصية اللي بتتعاملوا معها دي. ممكن يكون لها اكثر من وجه. يعني اكثر من وجه. يعني ممكن يكون شخص. مستقر جدا. جدا. وزاكي جدا. وبيعرف يفكر ويعرف يدبر ويعرف يستقر في العلاقة ويدي وياخد وكل حاجة. وفجأة فجأة فجأة فجأة. ينقلب هذا الوجه. وتلاقي شخص تاني. يتلب حرامي. مش حرامي بالمعنى لا. حرامي يعني بيجري. انت شايفه? مش عقلاني. بالزبط. ممم. هوائي شوية. يعني ممكن يكون اي واحدة تبس بس له مسلا شوية كده. يروح وراه. هنتشافه ان هو محتاج حكمة. محتاج ينضج. لان ده شخص على فكرة مش ناضج. ده شخص بيسترسب كده من من المكان ويمشي. هو زاكي على فكرة جدا. جدا. ولكن بقى هو بوجهين. مرة يبقى مستقر وناصح وعائل. والعلاقة ماشية تمام. والمرة التانية يتلاقيه شفحة تانية لفت تنتباهه فيروح لها. ممكن تكون شايفه ان هو بزباص. يعني لو ولد مثلا بتاع بنات. اه لو بنت ابه ممكن تبص كده وتقارن. تقارن تقول تاب اللي معي احلى ولا التاني. انت شايفه ان هو ناقص نضج. ما عندهش نضج. ما عندهش حكمة. محتاج يبقى عنده حكمة في الامور. محتاج يتدبر الامور. لكن هو شايفك ان انت شخص جنيل جدا. وهو دي الحقيقة اكيد. لان هو عايز يرجع. يبقى هو شايفك ان انت شخصك وعايز. لكن انت شايفه ان هو شخص شخصيته متقلبة. ما عندهش النضج الكافي لاقامة علاقة. مرة يبقى مخلو العلاقة مستقيمة جدا. وما يبصش لحده يبص العلاقة ويهتمي بيها. والمرة الاخرى ينقلب على الواجه الاخر. ويبقى حرام. يمشي من العلاقة بدون اي سابق انذار ويمشي خلاص. خلاص. خلص العلاقة متحت. ازاي يبني ومشي ازاي. ممكن يكون كمان بيسبش اصل. يعني مثلا ما يديكش خبر ان احنا مثلا بعدنا او بتعلاق. عشان كده هو كان شايف بالزبط هو شايف ان العلاقة ما فيهش توازن. بالزبط. وهو اللي هو سبب في دلك. هو كمان هو كمان اللي شاعر ان هو ما كانش يدي حق لهذه العلاقة. بالزبط كده. وعايز يرجع يدي حق لهذه العلاقة. شعر يعني بحقيقة الامر بانه ما داش حق لهذه العلاقة. وفعلا هو ما داش حق لهذه العلاقة يعني. مشي منها جري. جري. فهو شخصية فعلا محتاجة يمكن تكون محتاجة نجد فعلا لانه اعتقد ممكن يكون هوائي انه بفكر كتير جدا جدا يعني التفكير اللي هو زيادة عن اللزوم اخديه ولا اخديه اروح لديه ولا اروح لديه تقامل في العلاقة دي ولا تقامل في العلاقة دي فكان محتار جدا ممكن يكون خلاكوا تنتظروا كتير لغاية ما اتقفلتم وقررتوا ان انتو تبدأوا بداية جديدة بقى طيب ايه الخطوة اللي عايزي ااخدها البيجي فسوردس هو شخص يعني هقولكو بقى البيجي فسوردس هو كل هنا عندي انا ما اقولكوش اعار ان هو يعني طفولي شوية الشخص ده لو يكلمكو مش هيكلمكو بطريقة يعني اللي هي دخلة على طول هي مثلا يقولك ازاي كعمل ايه وحشتيني وزع نرجع هو هيجي اما الاول هيعرف عنكم معلومات مثلا اتخطبته ارتبطته في شيء جديد داخل حياته شخص دي خوف جدا بيخاف على فكرة ومعنده يعني جبني شوية ولكن هيجي يجي عايز مثلا ايه مثلا هو رفع صيفه اللي بقى خايف منكم بس انتو خايف قوي من اللحظة دي لحظة ما تدوله كلامه ولكن في ذاته هو عايز ايه عايز يرجع عايز يعمل العلاقة دي الاربع عصيره يعني هو هيجي يرجع هتحسه كده في الاول ان هو جاي يستهبل ممكن اني مسلا يكون ديقلش يجي التاريق مسلا على صورة انتو حطنها يقلش عليكم في حاجة فتقولي ايه الهبل ده اللي جاي يقلش علي ده ولا يتطري عليها اللي جاي يعمل ايه؟ يتصل بك الغلط يقولك معلش والله ايدي جات بالغلط على يهد الكده بس وعايز يرجع ما بقولكه هو جابان شوية بيخاف من المواجهات بالضبط كده شخص ده بيخاف من المواجهة خاف يواجه فدايما يبقى رافي اصيفه كده وقلله قدامه وبص بقى لو جيت جنبي انا اههه بصم بعملش حاجة انا رافي اصيفه كده ما بعملش حاجة وممكن زي ما قلتك يتصل بك بالغلط يبعطلك مسلا يقولك معلش يبعطه بالغلط حركات دي ولكن هو عايز يرجع عايز يرجع ويرجع للاقة دي تبقى مرة ثانية طب انت عايز تعمل ايه؟ انت عايز تستقر انت عايز تستقر ولكن بقى في ناس تقولك لا دا لو راجع انا بص بقى انا مخنوقة منه هموت دا اللي جواك انا بتكلم على اللي جواك ممكن الطاقة الطاقتك اللي برا مختلف عن الطاقتك من جواك الطاقتك اللي برا انت عايز تنتقي من الشخص ده عشان خانك عارف عليك حد انما من جواك ما زلت تحبه نبنتكلم عن الجواك دلوقتي فاللي بيشاهد الفيديو اللي جواك لو دورت وركزت هتلاقي نفسك ان انت فيه لسه مشاعر بص اهي طاقتك الخارجية اهي عايز تديله كلام 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 يعني تردلي كل صيف حطه في قلبك ولكن انت تريد الانتصار طيب هو لو رجع رجع عادي هوش عليك انت احتمال بنسبك تسعين في المية تسعين هتتكبر عليك هتشعر بانه عارف انت لما يكون فيه شعور جواك اللي هو لو دي بس تاني انا هورري الوش الحلق هو ده الوش الحلق انت هتعرف عطول ما دام رجع يبقى عايز يرجع فهتتكبر عليك هتتعالى بص الكارتين دول هتتعالى عليك هتحسسوا بانك انت انت مستقر بص كروتا كلها اهي انت مازلت بتحبه ولكن انت مستقر وعايز تبايله كده انت نفسك تبايله انت ولا حاجة ولا هزيني ايه ثلاث سيوف قلبي طوز ايه يعني عرفت واحدة عليك طوز ايه يعني روحت الواحدة صاحبتي خلتني معايا ولا ايه طوز يا ابني انا مالكة انا واحدة عايشة حياتي مهننيش انت ولا غيرك ولا غيرك فهتقول له امش محتاجك اصلا انا عندي كل حاجة كل حاجة انا عايزة في حياتي موجودة تيجي ما تجيش تقلش ما تقلش تاني نفسك بتتصل وتقولي اصلا غلط براحتك ولا يهمني فانت ممكن تتعالى عليه بالفعل بالفعل ممكن تتعالى عليه او مش تتعالى خلينا نقوله بالمعنى الصحيح يعني هترد عليه ولكن الربد اللي هو اللي هيجيب ولا هيود ازايك عمليه حمد لله بخير انا عايز حاجة اصلا وراي مش ورا اصلا وراي حاجة بعملها اصلا كذا وانت تظاهر فعلا يا برج التور يمكن تكون بدأت مشروع جديد بالفعل ويعني مشروع في حاجة او ممكن تكون كمان اخدت حاجة وكتبت على الفيسبوك مثلا بوست واللي عملت ستوري على الانستجرام واللي عملت اي حاجة واشايف الحاجة دي ان انت بقيت حلو قوي انت جميل قوي يا برج التور او انت حلويت انت حلويت انت حلويت يا برج التور لو واحدة ست انت حلويت قوي انا خليت اكون راجع عشان كده بس مش مشكلة برضي مش مشكلة انت قاصد على فكرة عشان كده انت هتعمل كده لما يرجع انا بقى بحب كده قوي احب انا اللي يرجع دو وقعد دو مش اكتزل لا مش هزله ولكن اعرفه هو كان بيكلم مين انت بقيت حد حلو قوي انت هتميت بنفسك قوي تميت بمشاريعك وبشكلك لو واحدة مثلا كانت تخينها شوية واللي حاجة خست وزبطت بسمها اتمت بشعرها اتمت مثلا بانها تغلبت الحجاب انت بقيت حد حلو انت تغيرت والشخص ده مش حارف يعني ايه يروح لك ولا ما يروح لك لشان كده هو جاي هيهزر الاول هيجسل النبض يعني يشوف ايه واقع يعني هتقبل مش هتقبل ها اعمل ايه ولكن هو عايزك على فكرة مش نيتو وحشة ولا حاجة وشايفك ان انت حلوة اوي 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 يعني اوي ده انت الامبرس ممكن تكون بقيت حاجة جديدة كمان بقيت مشهور فيها فالجمال ده الشيطة الثالية شايف العلاقه دي ازاي شايف العلاقه دي مش بقولك انت شايفك حد حلو اوي شايف العلاقه معك جميلة اوي 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 وشايفك حد حلو اوي وشايف ان العلاقه دي هين الحلوس المجاح الوي يفتخر لدي انه مثلا دخال معك في حدي الع他们 يكدر يقول للناس انا مرتبط بفلانه انت ممكن تكون حد مشهور يا برج التور مشهور في اي حاجة ممكن تكون مشهور على الفيسبوك مثلا بتعمل فيديوهات اي فيديوهات حتى الفيديوهات كوميديه ده انت مثلا بتعملي ميك اوب انت ميك اوب ارتست مثلا بالزبط حاجة زي كده فشايف ان هو هيبقى فخور قوي 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 لو رجع للعلاقة دي مرة تانية انت بقى ليه بقى انا قلتلك ان انت بتحبه ان انت شايف العلاقة زي ستار انت شايفها برضو حكا حلوة الشخص ده ممكن يكون برضو حد مشهور على الفكرة ممكن مشهور في حاجة بيعمل حاجة بس انت شايف ان العلاقة دي برضو شوف لك كده دي ستار دي عشان نتاكد بس عش بقولك انت شايفها علاقة تستحق تستحق الانتظار انت انتظرته كتير كده بقى ممكن افهم القصة يعني شطر من القصة ممكن افهم شخص ده انت تعرفت عليه وكان فيه طرف تالت ممكن او ما كانش فيه طرف تالت خلص يا سيدي انت تعرفت عليه وكنت بتحبه او فيه بوادر حب وشخص ده يعني كان محتر اوي 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 يدخل في العلاقة معاك ولم يدخلش وبعد فترة طويلة اوي يعني فقدت الامل حرفيا في هذا الشخص وبدأت يعني تبص الحياتك مرة تانية ودع تاني بنفسك ظهر مرة واحدة او عايزة عايزة الشخص مرة واحدة وانت كنت بتتمنى هذه العلاقة بتتمنى يعني كنت منتظره وقدمت له حاجات كتير قوي وانت كمان شايفها على فكرة اللاتين اوفانتكالس بس انت يعني عنقول هتعيش الدور عليه شوية ومن حقك يلا يا سيدي مش هعبك من حقك مدام هو في الاول اتنايع ويعني كان بيروح وييجي في العلاقة دي كتير فهذا من حقك مش مشكلة مش مشكلة فانت شايف ان هي برضو شيء جامي هو شايف ان هو يحق معاك استقرار اهو لنفسه وذاته وانت شايف ان انت كمان العلاقة دي هتفيدك كويس قوي وهي كانت يعني امنية بالنسبة لك طب ما نشوف لك كده النصيحة بسم الله الرحمن الرحيم بص يا برج التور النصيحة بالمختصر المفيد كده بتقول لك بتقول لك تمسك بهذه العلاقة من الاخر انا يعني شعرا ان انت ممكن تكون يعني يعني ماشي لو عايز تديله كلام متحسسه بالمكان يعني زو قيمة واقب راحتك ولكن العلاقة دي علاقة هيبقى فيها حب كدير اولا انت ال king of cups اصلا 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 ولو انت زمان ما كنتش واخد حجمك في العلاقة دي هتاخد حجمك الشخص ده عايز يرجع ويديك حجمك اهو عايز يعمل التوازن عايخليك انت ليك الاولوية في هذه العلاقة ودي بداية حقيقية ما تخافش لو انت خايف انت خايف منه شو بقولك انت خايف منه شو بقولك انت خايف منه شو بقولك انت خايف يخذلك مرة اخرى فالنصحة بتقولك ما تخافش بيحبك بيحبك اوي شو بقولك بيحبك بيحبك والله بس هو لعب شوي من وقيرة وبرج الترابي اعتقت برج الترابي وهوائي وفي ماء اهو وعندنا ايه تاني برضو مائي برضو ناري النار اهو وقلنا مين قلنا مين قلنا مين بس وكل الابراج موجودة هنا في مشاعر هو طيب هو بيحبك وشايفك ان انت خايف منه على فكرة ونفسه نفسه منعينه ان تتسيبه بقى الماضي ده وترجعه تاني لعلاقة نفسه مش يمشي لقى وعايز ياخدك وتروحه بقى في حتة تانية بقى ينتقل بقى لمرحلة تانية ايه يا المرحلة دي دي هو عايز كده بس هو اللي عاجل وممكن يكون بهدلك من الانتظار انا شايفة ان انت بهدلت انت انت انتظرته كتير قوي يعني اللي هو فقدت الامل حاول اقولك واتا الا بيا فقدت الامل فاز الشخص ممكن يكون كان بتاع بنات وبيروق ويجي مع بنات وهو 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 ولكن الشخص ده مقدم عرض ده بنشوف لك كده طيب ايه هو العرض ده مثلا او مش ايه هو العرض يعني